تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشبابي ورياضة انطلقت النسخة الثالثة عشرة من مدينة شباب 2030 جادلك بتنظيم من وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين وكانت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب قد قامت بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة شباب 2030 في مركز البحرين العالمي للمعارض وطلعت على الاستعدادات المتخذة من أجل إطلاق المدينة وتحقيق أهدافها في تمكين الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر